بخطوات ثابتة تتجه الجزائر أكثر لتفعيل مساعيها الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي وإنهاء الإجحاف التاريخي الذي مس القارة الإفريقية وحقها المشروع في الوصول إلى العضوية الدائمة بالمجلس خلال استضافتها للدورة الحادية عشر لاجتماع لجنة العشر للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن الدولي لتضع الجزائر بذلك لبنة جديدة في مسار توحيد الصوت الإفريقي بالمحافل الدولية ودعم الموقف القاري في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة لإرساء آلية أكثر نجاعة لأزمات وصراعات كان للقارة الإفريقية نصيبها المعتبر منها وهل من حيف أكبر من أن تظل إفريقيا القارة الوحيدة المحرومة من تمثيل دائم في مجلس الأمن بينما تشغل القضايا الإفريقية ثلثي جدوى الأعمال هذا المجلس فلا مناصة إذن من مغاصلة حشد الدعم لتوسيع مجلس الأمن في فئتيه الدائمة وغير الدائمة بهدف جعل هذه الهيئة أكثر شمولا وتمثيلا واستجابة للتحديات المتعددة التي يواجهها السلم والأمن في العالم الاجتماع سيكون أيضا فرصة لمناقشة الأدوات والشركات القائمة التي يتوفر عليها الاتحاد الإفريقي في مجال إصلاح وحكامة قطاع الأمن والتفكير بشأن التحديات الراهنة التي يفرضها السياق العالمي والقاري خاصة في ظل القصور الأممي والدولي الكبيرين والتراجع غير المسبوق في حلحلة الملفات الأمنية العالقة بل وفي أحيان كثيرة عرقلت الجهود والمبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد مخارج دائمة كما بات يحدث مع فلسطين التي تعيش إبادة جماعية وسط إصرار الكيان الصهيوني على تعطيل القرارات الأممية والدولية المطالبة بوقف إطلاق النار من الضروري أيضا إصلاح أساليب عمل مجلس الأمن حتى نضمن أن يظل ملائما وفعالا وشفافا وخاضعا للمساءلة حري بنا إذن حشد أوسع قدر ممكن من التفاهم والدعم لتطلعات إفريقيا المشروعة وأهدافها العادلة من خلال المشاركة الفاعلة في المفاوضات الحكومية الدولية حول هذا الموضوع وقائع باتت تثبت يوما بعد يوم وجهة الطرح الجزائرية الذي يحمل المجموعة الدولية مسؤولية الدفع بعجلة المفاوضات الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل وضرورة إحاطة هذا الملف بالعناية اللازمة والتعامل معه بكل صرامة وحزم وعزم فالعالم لم يعد يتحمل المزيد من التواطراته